أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية بعد بكير كتير حتى يلحكى باستئال الحكومة هنا سبعة ومصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت نحييكم إلى المسائية ونبدأها بالعنوين مع أميرنا الهند مساء الخير في عنوين المسائية الحريري عبر تويتر عائد إلى لبنان الحبيب مثل ما وعدت أنا بألف خير بر في لقاء الأربعاء رغم الأزمة لبنان ما يزال فيه أمان سياسي وأمني واقتصادي البحرين تكشفوا خلية إرهابية على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلومبانك عبر الفيديو تشات بلومبانك لي ما معاك كيف ينساعدك؟ بس يعني ما رح يكون هين تبينوا تنينيتكم بالكادر رجيلة تبين الطيارة مع هيك شعر تقنع عمك إنه مش وقت تدوء التبولة تعرفين عم بدقتهم بالبنية؟ لا ولا همك خد وقتك أستاذ اليوم بلومبانك بتقدم لك فيديو تشات فيك تقابل فيها أي مندوب ساعة لبدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك إيبلوم تكنولوجيا بتسهلك حياتك للمرة الثانية خلال 24 ساعة غرّد الرئيس سعد الحريري مطمئنا واليوم قال مع حرفيته بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا رجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدكم حتشوفوا وبعد التغريدة أعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرسي نيكولاس أنستيسيادس أمنيا تم الإفراج عن المواطن السعودي على البشراوي الذي كان خطف قبل أياما من قبل عصابة وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني بعد أن ترك بمفرده في منطقة مهجورة في حوش السيد علي البقاعية واليوم كشفت السلطات البحرانية أنها ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة نهاية الشهر الماضي وأعلنت أن المتورطين في الهجوم على صلة بقلية إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني وأكدت أن عددا من الإرهابيين المطلوبين موجودون في إيران أكد الرئيس سعد الحريري أنه عائد إلى بيروت قريبا مطمئنا أنه وعيلته بخير في مملكة الخير بعد أن طمئنا الرئيس سعد الحريري لبنانيين أنه بخير عبر تغريدة قال فيها يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع اليومين خلينا نروق وعائلته قاعدة ببلدة المملكة العربية السعودية مملكة الخير عاد وجدد التأكيد اليوم أنه بخير وكتب في تغريدة بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدكم وحتشوفه إلى ذلك تلقى الحريري اتصالا هاتفية من الرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس وقد غرد الناطق باسم رئاسة القبرصية أن الحديث بين الرئيسين كان قلبيا مع صورة لهما من زيارة الرئيس الحريري إلى قبرص قبل أسبوعين يتوجه وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان اليوم إلى المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي مساء والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على أن يجتمع غدا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية سيلتقي أيضا الرئيس سعد الحريري استحوذت زيارة البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي إلى الرياض اهتماما سعوديا لافتا وقد أعادت مواقف الراعي المتعلقة بالشأنين المحلي والعربي التأكيد على مسلمات بكركي التقرير لربيع شنطف هنا في المملكة العربية السعودية يحط بطريارك انتاقيا وسائر المشرق للمرة الأولى الزيارة كانت مقررة قبل استقالة رئيس سعد الحريري فحل المزج بين سياسة ورسالة الدينية المبتغات يشرفني ويصعدني أن أحيي من هنا جلالة الملك سلمان عبد العزيز هل أقنعك الرئيس الحريري بأسباب الاستقالة؟ لا شو أنا مش مقتنع هذا دعم كبير لدولة الرئيس الذي هو اليوم يمثل رمزا وطنيا كبيرا في لبنان مع عودته سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى أي مرحلة الإنقاذ اللبناني هناك رئيس ماروني يقول السلاح مرتبط بأزمة المنطقة وهناك رمز ماروني وطني يقول الدولة يقول الدستور يقول اتفاق الطائف يقول قرارات الشرعية الدولية هذا لا يعني بأن البترك سيدخل في سجال سياسي مع أي طرف إنما يسجل بكركي ووقفها الدائم القائل قيام الدولة في لبنان وليس قيام الميليشيات السعوديين يعتبرون أن البترك الماروني اختار العرب واختار العلاقة بالمسلمين ولم يقبل الدخول في أوهام تحالفات الأقليات في مخاصمة العرب في معادات المسلمين والإسلام باعتبارها الوظيفة التاريخية هي للكنيسة المارونية منذ البترك حوية زيارة البتريارك الراعي إلى بلد الحرمين الشريفين وكبتها تغطية إعلامية محلية وعربية ودولية وقد شكلت منشتات للصفحات الأولى في الصحف السعودية التي ركزت على جانب طلاق الثقافات والأديان ونبذ العنف والتطرف رقاء سيدنا البترك مع جلالة الملك كان رقاء نتاز ومسمر وإن شاء الله أنه نستكمل هالزيارة بتفعيل الحوار المسيحي الإسلامي سيحوضع الأديسة البابا والمسؤون الفاتيكانيين بأجباء هالزيارة عصاعد الشخص شو لمست هالثلاث أربع طيام شو شفت شي ما كنت متوقعون بل أسانسير بوج بعدنا شخص سعودي ظهر الأسانسير قطوصي قال لي حضرتك أسيس لتله نعم قال لي أهلا وسهلا رجع فات على الباب وجع ظهر قال لي دعي لنا يا حضرت الأسيس لتله من كل بد وهذا الشي بيأكد على الاحترام المتبادل بين الأديان هي رحلة تأسيسية لاقت ارتياحا كبيرا لكل محب للشرك والمحبة التطورات السياسية اللبنانية والإقليمية فرضت نفسها على زيارة الراعي التاريخية والتي كانت ناجحة من جميع النواحي بحسب المواكبين ومن المتوقع أن يكون للكلمة الختمية التي علقاها الراعي أثرا سياسيا في المرحلة المقبلة من الرياض ربيع شنطف تلفزيون مستقبل في عين التيني قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العودة عن الاستقال فيها عدالة وأكد أن ليس في ذلك استفزاز لأحد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه رغم الأزمة التي نمر بها فإن لبنان ما يزال في أمان سياسي وأمني واقتصادي وقال خلال لقاء الأربعاء النيابي أمام النواب أن وحدة اللبنانيين كفيلة بحمايته وتجاوز هذه الأزمة وأضاف حتى بعد عودة الرئيس الحريري فأنه أمام السيناريوهات المرتقبة أكرر أن العودة عن الاستقال فيها عدالة واستقرار لبناني وعربي وليس فيها استفزاز لأحد أكد أننا ما زلنا في حدود الأزمة وأمل الخروج منها بأسرع ينتظر أيضا عودة الرئيس الحريري طبعا أكيد لولوية لعودة الرئيس رأيه مثل رأي فخمت الرئيس أنه لا يمكن أنه ينقام بأي شيء قبل عودة الرئيس الحريري إلى لبنان هذا ولا يزال نواب حزب الله على موقفهم بالتزام الصمت ومن دار الفتوى اعتبر نائب بطرس حرب بعد لقاء مفتل جمهورية الشيخ عبداللطيف داريان أن الخروج عن سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية هو ما أدى إلى ما نحن عليها أكد نائب بطرس حرب أن الوحدة الوطنية في هذا الوقت والتفاهم الوطني وعدم المزايدة هو الذي يحفظ لبنان ومستقبل لبنان ويخرج من الأزمة كلم حرب عقب لقاءه مفتل جمهورية الشيخ عبداللطيف داريان في دار الفتوى المهم الأكبر البحث في الأسباب التي دعت الرئيس الحريري إلى الاستقادة وفي الظروف المعقدة التي حصلت والتي أدت بالنتيجة إلى تأزيم الوضع في العلاقة العربية 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 للبنان بالسعودية بأعتقد أنه الخروج اللبنانيين عما تم الاتفاق عليه من النائب النفس عن الصراعات الحاصلة في المنطقة وعطاء الانتباع والشعور بأن لبنان هو منش نائب نفسه عن هذه الصراعات وهو باتجاه فريق في وجه فريق آخر هو الذي أدى إلى تفجير الحالي وأنا أعتقد أنه الشيء يجب أن نتعلم من هذه التجربة والصدمة الإيجابية التي يتحدث عنها الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونية هي بأننا نتطاعز من هذه التجربة وأنه يتعلم الأفريقاء السياسيين أنه ما فينا نحن نحافظ على مصلحة لبنان وكل واحد يشد صدره بكيف يؤمن مصالحه أمام مصالح حزبه أمام مصالح طائفته المفتي داريان التقى السفيرة بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر وتم التدول في الأوضاع اللبنانية كما استقبل المستشار القنصر العام في سفارة مصر في لبنان جواد سامي وبحث معه الشؤون اللبنانية والعربية وبعض الفصل تتابعون قادفات روسية استراتيجية دمرت أهدافا لداعش في دير الزو والجيش يستولي على السلطة في زنبابوي والرئيس قيد الإقامة الجبرية أهلا بكم من جديد نقلت وكالة رويترز نقلا عن الرئاسة الفرنسية الإليزي أن الرئيس إمانويل ماكرون دعا الرئيس سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا وأضاف مصدر في الإليزي أن الحريري وأسرته سيصلون إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة اعتقلت سلطات البحرين أحد المتورطين بالهجوم على حافلة للشرطة نهاية الشهر الفائد فيما هرب شريكه إلى إيران وكشفت المنامة أن الاثنين عملا ضمن خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وأن بعض أفرادها هربوا إلى إيران أعلنت وزارة الداخلية في البحرين اعتقال أحد العناصر الإرهابية الخطرة فيما هرب شريكه الثاني إلى إيران بعد تنفيذه مع التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة في 27 من 21 الفائد ما أسفر حينها عن مقتل شرطي وجرح تسعة وكشفت الوزارة أن الاثنين عملا ضمن خلية إرهابية خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية ومرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها سلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وقد ساهم الكشف عن هذه الخلية في أحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات معينة في الدولة إضافة إلى ثلاثة مواقع لأنبيب النفط في البلاد بيان الوزارة أوضح أن عناصر الخلية الإرهابية تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية إلى جانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي سافر أعضاء الخلية في تشرين الأول 2011 برا إلى سوريا ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية قبل أن يسافروا إلى إيران مجددا في تموز 2017 عناصر الخلية وبعد تلقي تدريبات النظرية على أيدي مداربين إيرانيين انتقلوا إلى معسكر للتطبيق العملي وبعد إتمام التدريبات أوكل إلى المجموعة الإرهابية مهمة البحث عن مكان آمن لتخزين المواد الداخلة في صناعة المتفجرات والأسلحة النارية وإيجاد مكان مناسب يستخدم كورشة لتصنيع العبوات الناسفة وقد عددت وزارة الداخلية سلسلة من الأعمال الإرهابية التي نفذتها الخلية في البحرين خلال العام الجاري مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري للقبض على باقي أفراد المجموعة الإرهابية وأي عناصر أخرى على علاقابها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتها الستراتيجية دمرت أهدفا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور بعدما عبرت الأجواء الإيرانية والعراقية من جهة ثانية صعد نظام الأسد من حملة القصف الجوية على مناطق الغوطة الشرقية في انتهاك النواضح لاتفاق أستانا ست قاذفات استراتيجية تمكنت بنجاحها من قص مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور هذا ما كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية مشيرة إلى أن القاذفات هي من نوع تو اثنين وعشرين أم ثلاثة وتمكنت من عبور أجواء إيران في العراق وصولا للدير الزور حيث قصفت مراكز ومجموعات من المسلحين وألياتهم وأوضحت الدفاع الروسية أن مقاتلات من نوع سو ثلاثين أس أم انطلقت من مطار حميم قامت بتأمين تنفيذ مهمة القاذفات الاستراتيجية التي عادت إلى مطاراتها بعد انتهاء مهماتها من جانبه أقر التحالف الدولي أن العشرات من مقاتلي تنظيم الأجانب قد يكونوا قد تخفوا بين المدنيين واستطاعوا الهروب إلى أماكن أخرى أثناء عملية إجلاء ثلاثة آلاف مدني من المدينة علما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أكد مرات عدة بأن المئات من مقاتلي داعش بينهم أجانب غادروا الرقى بأسلحتهم وذخائرهم في قافلة ضخمة في تشرين الأول الماضي في إطار اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وفي وقت دعا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي التحالف الدولي إلى البقاء في سوريا لحين التوصل إلى حل سياسي للأزمة أفادت مصادر في مدينة الرقى أن الوحدات الكردية اعتقلت عددا من شبان المدينة النازحين إلى المخيمات من أجل تجنيدهم في صفوفها سياسيا أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا بأن روسيا تنوي عقد مؤتمر الحوار السوري بداية كانون الأول المقبل مؤكدا دعم بلاده مبادرة الرياض لعقد لقاء جديد للمعارضة السورية بهدف توحيد وفود المعارضة السورية تحت راية وفد واحد أما ميدانيا فسقط عشرات القتلى والجرح في غوطة دمشق الشرقية جراء القصف العشوائي من قبل قوات الأسد في حين تصدت المعارضة لهجوم لنظام على بلدة بيتجين جنوب غرب دمشق نعت مواقع تابعة لحزب الله عشرة عناصر جدد سقطوا في معارك مدينة البوكمال السورية وهم عباس علي حسن من بلدة حارة الفيكاني حسين حسن ماضي من بلدة العين البقاعية محمد أحمد علاو من بلدة نبول الهرمل علي منذر ناصر من مدينة الهرمل البقاعية قاسم علي القشن من بلدة سحمر البقاع الغربي والحسين زعيتر من بلدة حويك محمد حسين الحاوي من بلدة المعلقة البقاعية حسن سامينون من بلدة أسماقيات البقاعية صبح محمد ياغي من مدينة بعلبك محمود خزعل من النبطي وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مررت قرارا ضد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا داعية ميليشيات إيران إلى الانسحاب من سوريا كما تبنت الجمعية مشروع قرار حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران يدعو لوقف التعذيب والاحتجاز التعسفي ويبدي قلقه من ارتفاع واترة عقوبات الأعدام بإيران تحولت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سجال بين مندبي إيران والسعودية على خلفية حقوق الإنسان المندوب السعودية عبدالله المعلمي اتهم إيران بالطهاد عرب الأحواز السنة وممارسة التطهير العرقي ضدهم وممارسة نهج طائفي في العراق وسوريا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية لم تتوقف عند حدود إيران الجغرافية بل تجاوزتها إلى خارج إيران وفي كل بقعة انتشرت فيها قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان والعراق وغيرها من المواقع ففي كل هذه الحالات مارست السلطات الإيرانية نهجا طائفيا جليا بما في ذلك محاولة إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية محلهم إلا أن نائب المندوب الإيراني إسحاق الحبيب كان الاتهامات على المملكة متناسيا أن بلاده تدعم الحوثيين بشكل مباشر وعلني وكان آخرها الصاروخ الباليستي الإيراني الذي أطلق من اليمن على الرياض ورد المندوب السودي للتصريح الإيراني بالتحذير من أن بلاده لن تسمح لإيران أو لغيرها بتوجيه سهامهم لها مودحا أن الموقف الإيراني ينبع من كون السعودية تفند مخالفات إيران الجسيمة وانتهاكاتها للإسلام نصا وروحا وفي نهاية الجلسة تبنت الجميع العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران يدعو لوقف التعذيب والإحتجاز التعصفي ويبدي قلقه من ارتفاع وطيرة عقوبات لأعدام بإيران كما وفقت الجميع العامة على تمرير قرار ضد الخرقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا أبرزها دعوة ميليشيات إيران للانسحاب من سوريا قرار الأمم المتحدة طارب بمغادرة المقاتلين لأجانب سوريا وخص بالاسم كتائب فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله دعيا إياها للانسحاب من سوريا تتمركز القوات العراقية وحلفاؤها على مداخل قضاء راوى تمهيدا لاقتحامه وإعلان طرد تنظيم داعش من آخر معقله في البلاد فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنية وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيتم قريبا الإعلان عن تحرير الوحدات الإدارية كافة المأهولة بالسكان في راوى من سيطرة داعش والتحقيق النصري على الإرهاب إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم وإن طردته القوات العراقية من راوى إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بحوالى ثمانية عشر ألف كيلو متر مربع وتعادل أربعة في المئة من مساحة العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت العلاقات بين البلدين واعتبر أمير قطر أن الاجتماعات السابقة بين الدوحة وأنقرة كانت مهمة وحققت أهدافها مضيفا أنه تم الحديث عن تطوير العلاقات وقد شهد أمير قطر والرئيس التركي توقيع عدد من انتفاقيات التعاون بين أنقرة والدوحة في مختلف المجالات أيدت محكمة النقد المصرية أحكام المؤبد والسجن الصادرة بحق مرشد الإخوان محمد بديع وخمسة وخمسين آخرين في قضية أعمال العنف الإسماعيلية والتي تعود إلى الخامس من تموز 2013 المحكمة رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات العام الفائت ويعني ذلك تأييد الحكم ليصبح نهائيا وغير قابلا للطعن فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد الفلسطيني نمر الجمل الذي نفذ عملية أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة هار أدار بالضفة الغربية في أيلول الماضي المنزل المكون من ثلاث طبقات كان يسكن فيه نحو عشرين فردا من عائلة الشهيد وبت غير صالح للسكن بعد عملية التفجير الأمر الذي وصفته العائلة بأنه عقاب جماعي استولى الجيش في زمبابوي على السلطة وأكد أن رئيس روبرت موغابي بخير هو وأسرته وفيما أعلن رئيس جنوب أفريقيا أن موغابي قيد الإقامة الجبرية ترددت أنباء تفيد بأن زوجة رئيس زمبابوي فرت إلى ناميبيا إلى مزيد من التصعيد تتجه الأمور في زمبابوي بعدما أكد الجيش استيلائه على السلطة في هجوم قال إنه يستهدف مجرمين محيطين بالرئيس روبرت موغابي وتوقع الجيش عودة الأمور إلى طبيعتها بمجرد استكمال مهمته في وقت أكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زومة أن موغابي قيد الإقامة الجبرية وسط أنباء عن فراري زوجته إلى ناميبيا وقد انتشرت في شوارع العاصمة هراري حاملات جنود مصفحة وشهد الجنود وهم يقفون قرب مركباتهم العسكرية على مشارف العاصمة فيما اعتقل الجيش وزير المالية وأحكم قبضته على هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية وعلى عدد من المباني الحكومية بعدما وجه الحزب الحاكم اتهاما لقائد الجيش بالخيانة ما زاد من التكهنات بحدوث انقلاب على الرئيس وإذا هذا الوضع نصحت الولايات المتحدة وبريطانيا رعيهما في زمبابوي بالبقاء في منازلهم بسبب الغموض السياسي يشار إلى أن موغابي الذي يعد أكبر رؤساء العالم سنا ويحكم البلاد منذ سبعة وثلاثين عاما يصف نفسه بأنه حكيم السياسة الإفريقية العظيم غير أن دولا غربية عدى تتهمه بالدكتاتورية والعنصرية وتقول أنه ارتكب جرائم ضد شعبه واتهض معارضيه دعى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إلى فتح تحقيق في انتهاك حقوق مسلمين روهنغا في مينمار تيلرسون وخلال زيارته إلى مينمار قال إنه لا ينصح بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد مينمار بل ضد شخصيات رئيسية في البلاد بعض الفاصل نعود إلى أخبارنا المحلية وفيها توقيف مصطفى الحجيري في عرسال بعد أشهر من تواريه وعبوات الناسفة في جرود رأس بعلبك والجيش يفجرها أهلا بكم من جديد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فجر اليوم الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بأبو طقي بعد تواريه منذ معارك الجرود وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص بعد علي الحجيري الملقب بأبو عجيني وعباد الحجيري مصطفى الحجيري الملقب بأبو طقي في قبضة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وهذا ما أعلنته قيادة الجيش في بيانها مضيفة أن إلقاء القبض عليه جرى فجرا في عرسال نتيجة المتابعة والتقصي وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص وفي المعلومات أنه تم القبض على الحجيري مختبئا في منزله في غرفة سرية أبو طقي كان على تواصل مع أبو مالك التلي زعيم جبهة النصرة في عرسال وحاول التفاوض في قضية تحرير العسكريين الذين اختطفتهم جبهة النصرة إضافة إلى العملية الأخيرة التي أفضت إلى التسوية وخروج المسلحين لقاء جثامين العسكريين الشهداء الذين كانوا أسرى لدى داعش وقد تم القبض على ابنه عباد الحجيري الذي أدل باعترافات خطيرة طوق الجيش اللبناني على أثرها منزله والمسجد الذي يأمه لفترة طويلة بعد أن توارى عن الأنظار وسرت الأخبار عن هروبه من عرسال مع المسلحين وقد اتخذ قرار توقيف أبو طقي بعد توثيق عدد من الإثباتات على تورطه وأبرزها اللقاء الذي عرضته وسائل الأعلام مع عدد من المسلحين إضافة إلى اعترافات نجله التي كشفت عن دور والده في دعم التنظيمات الإرهابية خصوصا جبهة النصرة وتورطه في عدد من العمليات الإرهابية منها عدد من الهجمات على الجيش قبل عام 2014 وبعدها في شأن أمني آخر ضبط الجيش اللبناني في محلة تل الكف جرود رأس بعلبك سبع عبوات ناسفة معدة للتفجير زينة الواحدة منها نحو خمسة كيلوغرامات بالإضافة إلى قنابل يدوية وأسلحة وجميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية وقد عملت مجموعة من فوج الهندسة على تفكيكها وتفجيرها في مكانها بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستقدمين نفذ عدد من موظفي شركة TSC اعتصاما أمام قصر العدل على إثر إعلان الشركة صباح الخميس تقدمها بطلب إعلان إفلاسها أمام المحاكم اللبنانية المعتصمون رفعوا يافطات تطالب المعنيين بمتابعة ملفهم لدى المراجع العليا في الشركة ورفض إعلان الإفلاس الوهمي بحسب تعبيرها جمعية دار الأمل تعرض ما حققه مشروع الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد سنة من إطلاقه لمناسبة اليوم العالمي للحد من الإساءة للأطفال واليوم العالمي لحقوق الطفل نظمت جمعية دار الأمل بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل وبتمويل من البرنامج الإقلمي للتنمية والحماية RDDP لقاء لعرض ما حققه مشروع الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في فندق فنيسيا حماية الأطفال بالاستغلال أطفال معرضين لدخول سوق العمل وأطفال عاملين كما كانت تعاون لمقافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال السوريين المهجرين والبيئات لبنانية الحاضنة المعروف أن عمل الأطفال ممنوع ومحظور في لبنان ولم يعد خفيا أن هذه الظاهرة تفاقمت مع تزايد عدد النازحين السوريين من المعلوم أن زاهرة الإساءة للأطفال باتت إحدى الظواهر الاجتماعية الخطرة التي تهدد الكثير من المجتمعات المعاصرة في نهاية اللقاء تلا عدد من الأطفال المستفيدين من النشوع حقوقهم كما نصت عليها شرعة حقوق الطفل ووضعوها بين أيدي الحضور مطالبين بحماية حقوقهم ثم قدموا رقصة وأغنية تعبيرية أقيم عشاء على شرف نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في فندق فينيسيا بحضور أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية وشخصيات سياسية دبلوماسية إعلامية واجتماعية كان علاوي قد حضر إلى بيروت حيث ترأس اجتماعات مجلس العلاقات الدولية تم البحث في التطورات على الساحة العربية والسبل الكفيلة بحل الخلافات العربية ومواجهة التحديات القائمة وملف الإرهاب والتطرف أعقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال بلدية ترابلس جمعية عمومية في المقر العام للاتحاد العمالي العام في ترابلس بحضور رئيس اتحاد في الشمال شعبان بدرة وحشد كبير من عمال البلدية الكلمة أكدت على مطالب العمال المحقة رافضة الظلم الذي يمارس عليهم ومشددة على أنصافهم نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولانا أش مساء الخير على همش منتدى البنوك المركزية المنعقد بفرانكفورت شدت حاكم بنك إنجلترا المركزي على مسئولية البنك تجاه الاستقرار المالي للمصارف وسلامتها كما أنه واجبه بيتجوز السياسة النقدية واستقرار الأسعار من جهتها رئيسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أشارت إلى ضبابية التوقعات المستقبلية للاقتصاد وأضافت أنه توقعات لجنة الفيدرالي للسياسة النقدية بحال التطور بما يتوافق مع تغير التوقعات الاقتصادية من جينبو رئيس البنك المركزي الأوروبي أكد على أنه الهدف من السياسة التي تطبقت في 2013 هو حماية الأسواء المالية خلافا للتوقعات بذلك الوقت مشير إلى أنه هالسياسة بتتأدات من أدوات السياسة النقدية ومننهي من دبي حيث أعلنت شركة إيرباس خلال معرض دبي للطيران عن أكبر صفقة بتاريخ الشركة لبيع 430 طائرة إلى شركة إنديجو بارتنرز الأمريكية بتوصل إيمتها إلى حوالي 50 مليار دولار بتتفوق الشركة من خلالها السفقة على منافسة بوينغ يلي كان من المتوقع أن تتفوق بحجم السفقات يلي وقعتها خلال المعرض هذي كانت أخبارنا لليوم أنا بشوفكم بكريا في اليونان قتل 13 شخصا على الأقل واعتبر ثلاثة في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي اشتاحت بلدتين في ضحية أثنى الكبرى ونجمت الفيضانات عن أمطار غزيرة هطلت على البلدتين ما أدى إلى طمرهما بسيل من الوحل وعبر رئيس الحكومة عن حزنه العميق على الضحايا وأرسل فريقا حكوميا لتنسيق العمليات لمواجهة هذه الفيضانات الكارثية أحوال التقص مع كرم موسوعة سعى سديفي مستئرع بسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشر إلى البحر الأبيض المتوسط تفاصيل كلها بعد شوي هلأ منروح على الدول العربية لنشوف كيف هم بيكون تقصى من بلد جولتنا بيتونس 18 درجة راباط 21 للجزائر 17 درجة بغداد 27 دمشق 24 القدس 27 عمان 26 درجة ومنختم مع الكويت والدوحة 29 درجة أما رياض بتسجل 31 درجة هلأ مننتقل على لبنان بكرة الخميس تقصنا الليل الغيوم إلى غائم جزئيا بالنسبة للحرارة على الساحل توصل أقصها لـ 27 درجة أدنيها 15 بالنسبة للجابر 23 أما بالداخل بتسجل أقصها 27 درجة تفاصيل أكتر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلي جولتنا بعكار 24 ترابلوس 25 لأرز 14 درجة الكورة 24 الهرمة 25 القاعة 23 بعلبك 21 رياء 20 درجة منكافة بالمناطق اللبنانية عجبال 25 ميروط 15 جونية وبعبدة 26 درجة بيروت كمانا بتسجل حرارة فيها 26 درجة منكافة عزحلي 27 شتورة وعنجر 25 مجغرة 27 درجة جزين 26 رشاية 22 مرجعيون وبنت جبال 26 درجة ومنختم مع صيدة صور وقانا 27 درجة مثل ما ذكرت بكرة عنا اتفاع بدرجة الحرارة لتوصل أعلى من نمعة الدليطة الموسمية وتسجل أقصها على الساحة المهار الخميس للـ 26 درجة أدنيها 18 بالنسبة للجمعة 27 أما نهار السبت جاء بتسجل 26 درجة الحرارة بمنطقة القارس عم توصل أقصها للـ 14 درجة بهم بتكون خلصة ناشة الجوية تصبحوا على ألف خير وفي ختام المسائية تذكير بعنوينها الحريري عبر توتر عائد إلى لبنان الحبيب مثل ما وعدت وأنا بألف خير بري في لقاء الأربعاء رغم الأزمة لبنان ما يزال في أمان سياسي وأمني واقتصادي البحرين تكشف خلية إرهابية على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني نهاية نشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية بعد بكير كتير حتى يلحكى باستئال الحكومة اشتركوا في القناة